متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها قرارات قضائية مهمة جدا منتظرة في تونس فيما يتعلق بنوردين البحيري القيادة البيريس في حركة النهضة وما راجع في الساعة الأخيرة على الممتلكة تمتاعه وعلى بين ظفرين الجرائم اللي تتهم بها عدة أطراف أو صفحات أو خليني نقول حملات ضد نوردين البحيري اللي أدت به إلى اللجوء إلى القضاء فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بيش توصيلكم الفيديوهات القادمة نوردين البحيري بيش نحكيه على التهم اللي توجهت له هي تهم خطيرة جدا تهم منذ زمن يعني منذ الثورة يعني يتهموا بأنه ارتكب عدة جرائم استولى على الأموال يعني في إطار عدة صفقات وحملات بيش نحكيه عليهم الكل بتفاصيل ولكن بعد الحملة اللي صارت وبعد اتهامه بامتلكه لألاف المليارات نلقاه وإنه نوردين البحيري أعلنه وقرر اللجوء إلى القضاء وأكد إنه عنده ثقة في القضاء التونسي اللي هو بيش ينصفه وقدم شيكايات ضد عدة صفحات ومواقع وأطراف وشخصيات هي اللي حرض ضده وكما يقول نوردين البحيري يعني شنت علي هجمات وحملات تستهدفه هو أو زوجته أو عيلته يقول نوردين البحيري بيننا وبين الظالمين القضاء بسبب الحملة الظالمة التي استهدفتني وعائلتي وحركتي يقصد في حركة النهضة افتراء وكذبا وبهتانا وبعد استكمال إجراءات المعاينة سجلت شيكاية لدى سيد وكيل الجمهورية بتونس ضد ما يسمى بجريدة الحرية في نشر أخبار زائفة والثلب والتحريض على القتل يقول أنا بصدد استكمال إجراءات رفع شيكاية ضد كل الصفحات والمواقع التي شاركت في استهدافي ومحاولة تشويهي أقول مرة أخرى للظلمة المفترين ومحرذيهم بيننا وبينكم القضاء وستقعون في شر أعمالكم ثقتي في الله والقضاء تجعلني على يقين أنكم ستنالون جزاءكم في الدنيا والآخرة والله يمهل ولا يهمل متنسي وشتحذر معكم شهائد وعقود الملكية متاع القصور والهنشر اللي شريتها والبتاقة رمادية متاع البورش ورقم الحساب اللي حصلت فيه على 1500 مليار وإلا ما كان المطمورة اللي خبيتهم فيها وحسبنا الله ونعم الوكيل نوردين البحيري نشر نص الشيكية كاملة على صفحته الرسمي على موقع الفيسبوك اللي هو تقدم بشيكية حتى الرابط الرابط متاع الصفحة متاع جريدة الحرية التونسية اسمه الحرية وعطى حتى بالضبط وقت شهبت التدوينة 47 متاع العشية وحتى الرابط هذا جاء فيها خطير اضغيج ومخلوف والبحيري يخططون في جهة يعني في جهة في إطار الحارة أقلي سايرة في المنيهلة يقول علي مجريدة الحرية من مصادر مطالعة أن عددا من أنصار سيف الدين مخلوف بالكرم بسدد التحذير للقيام بأعمال شغب ومخطط لإثارة البلبلة في البلاد وقد تم رصد سيف الدين مخلوف وعمادة غيج وحمزة بن أحمد شهرة مرقة والبحيري بصدد التردد على منزل الكائن بجهة حي الملعب ولاية بن عروس وجهة رؤوس الحرائق بالمنيهلة وأفاد مصدر أمني أنه تم متابعة حركات مشبوهة لعدد من المحسوبين على التيارات السلفية بصدد القيام باجتماعات سرية وبصفة متوترة في منزل كائن بجهة رؤوس الحرائق ودعى مراقبون وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني لفتح تحقيق ومتابعة هذه التحركات المشبوهة التي تهدد الأمن الوطني كتبه توفيق العوني وحيث تم معين ذلك بوسطة عدل التنفيذ الأستاذ شمس الدين العطافي حسب محظر طبعا يذكر اسم تاريخ المحظر وعدد المحظر وتمت المعينة وحتى المعينة نشر محظر المعينة ونلقاه أيضا عدة صفحات أخرى اللي نشرت توهم وجرائم روجت له على أنها متعلقة بنوردين البحيري الجرائم هذي شنوها تقول دي ما نقول حسب هذي الصفحات اللي نشرهم نوردين البحيري بيدوها بطهم وقال اللي هما يعني اتهامات مغلوطة وما هيش صحيحة الجرائم اللي تواجد في أحدى الصفحات يقول سيهم في قطر رجل أعمال جيليني دابوسي في سجنه بعد أن منع عنه العلاج لأنه رفض الخضوع لابتزازه الاتهام الثاني سلم اللي جأسيسي البغداد المحمودي إلى ميليشيات فجر ليبيا مقابل تقريبا 200 مليار ابتز الوزير السابق عبد الرحيم زويري في 15 مليار مقابل اطلاق سراحه من السجن وغلق جميع الملفات امتاعه فتح السجون على مصرعيها لدعاة الإرهاب والتطرف لدمغجة السجناء عمل على ادماج سجناء الإرهاب مع سجناء الحق العام لتسهيل عملية الاستقطاب والتجنيد أطلق سراح حشرات الإرهابيين ممن تورتوا في جرام إرهابية عبر الضغط على القضاة وترهيبهم بالعزل والنقل التعسفية وذلك بعد قراره عزل 82 قاضي بتريقة تعسفية ودون إحالتهم على القضاء سعيدة العكرم اللي هي زوجة نوردين البحيري يتهموها بأنها قامت باستغلال نفوذها ومنصب زوجها الوزير وقت لكينوزير لأطليق سراح متهمين في قضية استهلاك مخادرات هذه بعض الصفحات اللي انشرهم يعني نوردين البحيري واللي فيهم اتهامات وثندهم طبعا الكل والناس وصفحات اللي نشرت هذه طلبهم بأنهم ما عليهم كان يثبتوا هذه الاتهامات وتورتوا في القتل وتورتوا معناها في تسليم البغديدي المحمودي وقبض 200 مليار إلى غير ذلك من التهم اللي كنا نسمع فيهم للإشارة فإنه نوردين البحيري الضغوط هذه كل خليتوا ينشر حتى الفروة حسب تعبيره هو ما يملك زوجته كان دار وكرهبة دار بـ 130 مليون يقول مصدر التمويل واضح عندهم هم شوية فلوس لسيرانس عملوا أكسيدون في أضرار مادية وبدنية عوضت لهم مبلغ مهم منه 130 مليون شروا بها الدار 80 مليون كرهبة بالتقسيد قاد يخلص فيها عاليزينغ كيما بقيت تونس الكل ويقول هذيك هو ما يملك ما يعني حتى الاتهم اللي قالوا له عملت عرس الولدك في أوتيل وفند وقال اللي هو في صالة في ولاية أريانا عرس كيما نسي الكل اليوم نوردين البحيري توجه إلى القضاء مش كان هو نشوف عدة تحركات الليام تذوم والليو يعني يلتج إلى القضاء لمقاضات الناس اللي تطلق التهم جزيفا فما قضى في البلاد بش يفتح تحقيقات بش تكون محل متابعة من يثبت أو من يثبت صحة الادعاء تمتاعه فإنه سيدين نوردين البحيري بينما الأطراف اللي هي ما عنديش حتى دليل على هذي الاتهمات بش تلقى إشكال كبير وقرارات قضائية منتظرة نوردين البحيري أكد في تصريحاته إنه هو بريء من كل التهم المنصوبة إليه يأكد اللي هو تعرض إلى حملة تشويه ممنهجة ويقول اللي هو عنده ثقة في القضاء التونسي اللي هو بش ينصفه ويدعو الناس اللي خرجت مثل هذه الإشعات لأنهم يوريوا الأدلة والإثباتات متاع الكلم اللي يقول فيه